موسيقى توسيع شبكة توزيع مياه الشرب في الأوساط الحضارية والريفية وتطوير خدمات الحقول الزراعية والمياه الرعاوية والصناعية والمياه المولدة للكهرباء والسياحة والمناجم هي مهام أكلت للصندوق الوطني للمياه الذي أطلقه وزير البيئة صديق عبد الكريم حقار وخلال حفل الانطلاق الرسمية أكد المدير العام للصندوق أحمد إسماعيل أريم أن فريقهم مستعد للعمل ورفع التحدي ووضع الإمكانيات المتاحة تحت التصريف الصحيح لتوفير المياه الصالحة للشرب لكافة المواطنين أما رئيس اللجنة الإدارية للصندوق محمد خير صلاح عدد أهمية الصندوق في توفير المياه الصالحة للشرب داعيا شراكاء لدعم هذا الصندوق لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وزير البيئة المياه والصيد صديق عبد الكريم حقار قال بأنه منذ انطلاقة هذا الصندوق تمكن من قطع شوط كبير في تنظيم قطاع المياه في شات وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية التي تسعى لتوفير المياه مطالبة من عضاء الصندوق العمل بجدية وسهر على أن تكون مصادر الصندوق متاحة لتحقيق الغرض ورفع التحدي وبعد الانطلاقة الرسمية قام الوزير وبرفقته وزيرة الانتاج والري والمعدات الزراعية لديبيا سمدى بزيارة للمقر المؤقت للصندوق الوطني للمياه اشتركوا في القناة